اشتركوا في القناة معا من اجل مستقبل واحد وتأتي المشاركة في الجلسة الختامية من القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي تلبية لدعوة تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من معالي السيد نارين درا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند والذي اشاد في خطاب الدعوة بمشاركة مملكة البحرين الفاعلة وبما قدمته من مداخلات ومقترحات على نحو اسرى اعمال القمة الاولى التي استضافتها جمهورية الهند الصديقة مطلع العام الجاري وفي مستهل الكلمة التي القاها نقل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما للقباب التوفيق والنجاح في تحقيق الاهداف المنشودة ولجمهورية الهند الصديقة بدوام النماء والازدهار كما عرب معاليه عن شكره الى جمهورية الهند الصديقة على تنظيم القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي والتي ترأس اعمال جلستها الختامية معالي السيدنا رندر مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمشاركة ثلاثة عشر رئيس دولة ورئيس حكومة وممثليهم وقال معاليه لقد نجحت جمهورية الهند من خلال اعلان قادة نيودلهي الصادر عن قمة مجموعة العشرين في تحقيق تقدم كبير بشأن الاولويات الرئيسية لبلدان الجنوب العالمي بدءا من تعزيز الطبيعة التمثيلية لمجموعة العشرين الى الجوانب المختلفة المتعلقة باهداف التنمية المستدامة واصلاح المؤسسات متعددة الاطراف ومكافحة الارهاب والتطرف وغيرها من القضايا الحيوية ولفت معاليه الى ان اهداف الدورة الثانية للقمة تكتسب اهمية قصوى في بناء وتعزيز الشراكات الفاعلة بين بلدان الجنوب عبر تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لاغراض التنمية وتعزيز المشاركة في التجارة الدولية والتكامل الاقليمي وتمكينها من مواجهة كافة التحديات ان مملكة البحرين تؤمن ايمانا راسخا باهمية التعاون الدولي ضمن اطر التعاون بين دول الجنوب جنوب حيث بادرت المملكة باطلاق عدد من مشاريع التعاون مشترك وبناء القدرات في عدد من الدول في مختلف المجالات بقصد الاستفادة من تجارب مملكة البحرين الرائدة وتعزيز التبادل المعرفي بين دولنا الصديقة كما تشجع المملكة القطاع الخاص الاستثمار الخارجي وانشاء المشاريع التي تعود بالنفع على مجتمعات الاقتصادات النامية والاقل نمو وتحرص مملكة البحرين وفقا لرؤيتها الاقتصادية 2030 على اقامة علاقات اقتصادية منفتحة ومتوازنة مع مختلف دول العالم في ظل تصدرها قائمة دول منطقة الشرق الاوسط في العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية المتعلقة بحرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية وكفاءة التشريعات ونقل تجربتها الرائدة في ريادة الاعمال الى اكثر من 48 دولة بالشراكة مع منظمة اليونيدو وتؤكد مملكة البحرين على اهمية التضامن الدولي في تغليب الحوار والحلول الدبلماسية لانهاء الحروب والنزاعات وفقا لمبادئ القانون الدولي ومكافحة التطرف والارهاب ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتكريس الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ودعم الشراكة الدولية للتصدي للتحديات العالمية كالفقر ومسبباته وتحقيق الأمن المائي والغذائي ومواجهة التغيرات المناخية وهو ما يتطلب التباع نهج شامل يقوم على التعاون والشراكة كما وتدعو المملكة إلى إنهاء كافة الصراعات العالمية وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط وتطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته والعمل على وقف إطلاق النار العاجل في قطاع غزة وحماية المدنيين وفتح منافذ آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلا عادلا وشاملا بأقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وفي الختام نأمل أن تسفر هذه القمة عن تحقيق ما نصب إليه جميعا من أهداف سامية آخذين في الاعتبار اهتمامات واحتياجات الدول النامية في صياغة وتنفيذ هيكل تنموي عالمي يمكننا من تحقيق فكرة المشاركة في مستقبل واحد ويلبي تطلعات الشعوب في النماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر